السلام عليكم كل سنة وانتو طيبين معاكم معالمين يورك هنعمل الغريبة بطريقة سهلة وبسيطة اوي والمكونات هسيبها جوا سندول وصف انا بحب الغريبة عندي بالشكل اللي انتو شايفينه حجمه صغير واللي اهم من كده عشان تعرف ان الغريبة بتاحتك مزبوطة انك تدخليها الفرن بلونها الابيض الجميل وتخرج بردو بلونها الابيض الجميل سهلة وبسيطة ما بتاخدش وقت خالص الغريبة اللي انا عملتها دايبة ونعمة وخفيفة اوي شايفين لونها عامل ازاي وبتمسكيها كده بتلاقيها النعمة جدا 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 حقي انا مبسوطة منها تبارك الله هتعجبكم هسيبي المقادير جوا سندول وصف الطريقة السهلة ما تكسلش تقدري تعملي كميات عفوا كميات كبيرة زي ما انت عايزة بس الاول ازبوط المقادير بتاحتك شايفين حلوة ازاي انا هنا استخدمت اللوز واستخدمت الفزو كان نفسي عندي الزبيب الفاتح ده كان عندي الغامع فعشان كده ما دفتش الزبيب مع ان اللي هو الزبيب ده بيفرق معي بيديها تعمي حلو برضو هستخدم المكونات عندي الزبدة سكر بودرة زرة ملح بياد بيضة الدقيق بتاعنا والفاناليا استخدمت دقيق الاول حاجة عملتها الزبدة وانزلت معها بالسكر اللي هو الابيض البودرة وشغلت عليها العجان بسيط وابتديت ازود في السرعة وهنزل عليها ببياد البيضة بياد بس منش حتى نستخدم السفار وهنزل بالفاناليا بعد ما اضيف البيض هنا غيرت المضرب بتاع الاعجان وحطيت اللي هو الحرف الكي بتاعها عشان اشتغل دلوقتي هضيف الدقيق بسيط جدا هبتدي ازود دي شوية بشوية لحد ما تديني اللي هو القوام اللي انا عايزاها سهلة وبسيطة خلاص كده انا خلصتها هجيب اي بلاستيك ونزل عليه الخليط بتاع الغريبة انتي هتلاقيها معاك كده بتلزق ما تلاقيش منها ده عشان الزبدة اللي هي موجودة معها لكن احنا بعد ما هنعجنها بالشكل انتو شفتوه بالزبط شايفين هي بتلزق ازاي هنوديها التلاجة طوات حوالي عشر دقيق وده افضل لها كل ما بترتاح كل ما بيبقى افضل يعني مش كتير عشان تبقي عارفها عشان ما تشققش منك انا حطيتها في التلاجة عشر دقيق بس دخلتها جوه الكيس هقفل عليها ودخلها عشر دقيق وبعدين لما هتخرج هتشوفيها الدقيق جميلة ما بتلزقش في ايدك وكويسة بكده المضرب اللي هو العجان شغال وعمال طبعا تخلى الزبدة كريمي مع السكر مع الدقيق فخلها قريبة من الايسنج طبعا بس هو مش ايسنج هي تقيلة عايز اقول يعني هي بتلزق وهي بتتعجل فانتي اول ما هتدخليها التلاجة هتجمت شوية وتقدري تتحكمي فيها الغريبة من نوع اللي بيحب دايما يعني يرتاح شوية عشان تبعارفين عشان تحس بتعمها وتلاقيه دايب كده بعد ما دخلت حوالي عشر دقيق لو هتديها اكتر من كده هتجمد وتيجي تشكلها في ايدك هتلاقيها الجمدة فلازم تفضلي تشكل فيها شوية كمان على حد ما الزبدة اللي فيها يعني تسيح عشان تقدري تديها الشكل اللي انت عايزها ده الحجم اللي انا بحبه وعايز اقول ان هي لما دخلت كمان الفرن زادت شوية بسيطة عشان لو تقدري تتحكمي وعملت اختبار لها قبل ما ما خلصها دخلت واحدة سويتها عشان اشوف هتغد مني مسافة قد ايه لما اجي حطها في الصينية جوه الفرن عشان احو اقدر ازبط ما بين واحدة والتانية عشان تبقي عارفة. حين هستخدم اللوز. وده الحجم اللي انا يعني عجبني يعني مش عارفة ده حجم لمونة عندكم المقاس بتعلمون دلوقتي عشان اقول لكم بس هو ده حجم اللي انا بحبه زي ما قلتلك في بعض ناس بتحب احجام اكبر من كده وفي ناس بتحب الحجم بتاعي اللي ناس بك يشتغلي عليه بس ده بالنسبة لي كويس يعني تقدري تتحكمي كمان وانت بتكلف واحدة في اتنين في تلاتة. وتبقي متشوكة لها. كل ما الحاجة تكون صغيرة كل ما تبقي متشوكة لها اكتر. اول جزء اشتغلت عليه باللوز. شايفين الحجم بتاعها صغير ازاي? هي دلوقتي جوه الفرن. ده الحجم بتاعها ازاي شوية شايفين? لكن ما لزقش خالص مش هققش خالص. هنا جزء التاني برضو شكلته كورت صغيرة وهنزل عليه بالفصدق. وهوزع الفوزق كل واحدة على كل هوريباية. وانا بحط الفوزق بفرد بصوابع كده شكل دائري. ده شكلها نهائي بعد ما خرج من الفرن. بتقعد حوالي من سبع دايق لتمن دايق خلي بالك على دركة حرارة مية وسبعين. وتبقي حطاها من النص وعينك عليها وتخلي بالك لتحمر من تحت. تبقي لسه ما استويتش. وفي بعض نسبة تبقى متل اغباطة مبينة ان هي استويت او ما استويتش وهي لسه لونها ابيض. ممكن تطلعي واحدة تقسميها نصين عشان تشفيها من جوا مستوية ولا لأ. انا عملت كده عشان اتاكد ان هي مستوية بعد ما عد عليها تمن دقيق. بتفرق طبعا من فرن الفرن فخلي بالك ممكن تطور معك تمن دايق سبع دايق عشر دايق. انا عن نفسي اعادت معي تمن دايق. شايفين قد ايه حلوة قوي مرملة دايبة نعمة كل حاجة فيها حلوة تبارك الله حقيقي تبارك الله. اتمنى تجيبكم قوي هستنى رأيكم في التعليقات. ان شاء الله قادر انزل لكم كل حاجة بتطلبوها مني. ادعو لي. انا بحاول على قد ما قادر لما اخرج لائي حاجة جيبها. احنا على فكرة مش كل حاجة بنوء لما بنزل نجيبها بنلاقيها دلوقتي يعني عشان تبقوا عارفين. خفيفة قوي. طعم الفانيليا فيها حلوة. ريحة الزبتة خاطيرة بتفكر كده بايام زمان كده. والعيلة واللمة. حقيقي اجواء جميلة قوي. دي كانت طريقتنا وكده انا حفزتها. يا جماعة ما تنسوش لايك واشتراك وهسيب لينك لقناتي التانية. قناة حبيبة في امريكا جوا سندو الوصف. يا جماعة كل سنة وانتو طيبين.